طيب الحلقة اللي فاتت تكلمنا في موضوعات اه على مدار الاسبوع اللي ابتدت كل ناقشها ويكلم فيها. بنسبق دايما من يوم السبت وبنفتح الملفات سواء اللي انت تكلمت في في اوروبا. سلحة اللي فاتت كان بزيادة شوية. بزيادة شوية اه. اللي تقال الصبح تردت بقى بالليل والتنويوم على طول في كل البرامج وكل القناة. حمطان. بدأنا حتى بالحديث عن اوروبا. وقلت اللي بيحصل في اوروبا لفترة الاخيرة. وبعد كده انتقلت على فكرة الدعم والمفروض يحصل ما لانديه في الدرجة التانية والتالتة. وده اللي حصل على مدار الاسبوع الكل اللي بتدى يتكلم عن مبادرات. وازاي الناس تشتغل على الفترة الجاية. مبادرات رائعة حصلت يا محمد الفترة اللي فاتت ومبادرات من 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 كل الناس. القسم التاني قسم التالت قسم الرابع في حالة من التكافر الرياضي. خلينا اقول لك برضو هو بشكل فرطي. انما لازم يكون للاجنة الخماسية دور. يعني لازم كده يبقى فيه عارف دايما كله على قولك ايه? فيه كبير لكزا. فيه حد اه مسؤول عن كزا. لازم تحس ان الرياضة ليه ليها كبير. طبعا السيد وزير الشباب والرياضة دكتور ارشاف صبح عامل شغل محترم جدا ومقدر بشكل كويس. لكن لازم دور الاتحادات بقى هنا يبان. كل اتحاد يبان ويقدر يشتغل. نهاردة لو جيت للعيبة اللي بتلعب في الدول. وبيتقول طولهم مثلا مثلا هيبقى فيه اتنين في المية او واحد في المية عشان الدين. ما حدش يقول لك لأ. فيتكلم في حاجات في حاجات بسيطة كده. لان برضو شغل في برضو لعيبة بتعمل شغل بشكل فردي من غير ما تقول لحد. ماشي بشكل كويس. اه التحدي الخير اللي انا كنت بسميه دور الخير. برضو كل الحاجات دي هيديت. لأ لازم نبقى ننصك وننظم في الفترة اللي جاء. لكن واضح ان الامور ماشية بشكل كويس. واضح ان الامور فيها خير. فيها حاجة حلوة. بس بشغل فردي. بشغل اشخاص. مفيش شغل مؤسسي. مفيش حمل جماعي. مفيش اتحاد هو اللي بيدور القصة دي. لأ لازم. لان اللاجنة الخماسية خلاص دلوقتي شغلة نفسها بشكل حاجات. يعني زي ما استلمت بتسلم. يعني لاجنة الخماسية دلوقتي بتسلم. بتستف امورها. بتالت تعمل كشوف البركة. تحط اللجان الاعلامية. اه تحط القوام اللي هي عايزاها. تبدأ تجهز الارضية لللي جاي. آآ على عرش الجبلية. فواضح جدا اللجنة الخماسية الفترة. جاي مش فاضية العقود. ولا فاضية التكافر الرياضي كويس. آآ واضح جدا اللجنة الخماسية الفترة اللي جاية. هيبقى كل فكرها آآ هننصك شغل الانتخابات ازاي. هنزبط شغل الجامعية العمية ازاي. اللايحة بتاعتنا. ايه اللي تفلطر فيها. ايه اللي ما تفلطرش. الدنيا هتمشي في في نظام ايه. يلا يا جماعة الشكل الاعلامة هو. آآ الشكل كزا. اي حد. اول ما تعرف. انه بترى يعمل لجان اعلامية. وكشوف بركة. برواية بشهرية. من الاتحاد. بارقام كبيرة جدا. والاعداد كبيرة جدا. اف ما لو شغال غلط. اي حد. يعني بكلامك في التوقيت ده على مبادرات. وانن ازاي تقدر تدعم الاندية والدعم اللاعبين. خاصة ان الدرجة التالتة والربعة. ده انت انا فتحت ملفي تاني خالص. ده. 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 ده المخد التوقيت ده. بص ام حامد كله مرتبط ببعض. حتى في الانترو قلت جامعات العابين المحترفين آآ بتعمل حفلات في المناسبات. توقيتها ده الوقت مع اللاعبين مش شايف لها اي دور. ولا هتشوف لها. او كابتن مجدي مش فاضي فاضي اليوتيوب هيعمل ايه كابتن مجدي? ده بيجيله حتى دعم من اتحاد الدول العابين المحترفين. يا باشا هو ده دوره. ده ده دوره. ده دوره. ده دوره. ده دوره. تتطفق تختلف مع الكابتن مجدي تقول اراءه يمين اراءه شمال. دي قصة انا مش عايز اتكلم فيها لان انا فاهم مغزاها. لكن انا اتكلم في الاهم انت انت معاك حاجة بتكفل بتكفل الامور دي ومعمولة لو صالح الامور دي. بصالح ده. ايه الخطوة الوحيدة اللي اتعاملت في دي. ادي علامة استفهام. لكن في الاخر احنا بنتكلم عن جهة. مسؤولة مش عن فرض. عن الكيان نفسه. كيان. الكيان نفسه. والكيان نفسه في العالم كله بيعمل ايه. والكلام نفسه. والكيان نفسه بتحرك ازاي. شرح ده. ده حلو جدا جدا. حلو. بجانب الناس بقى اللي هي اديها في الشغلانة. الناس اللي هي مسؤولة عن المنظومة القروية. لان المنظومة اليدالية اكتر محل لكن القروية. انا بقول لك لما تلاقي اه المسؤول مشغول بتستيف امور معينة. وابتدى يشتغل في قصة زي ما بقول لك واعيدها تاني. تشوف البركة والسلطات والامور و اه وده مع مين وده مش مع مين. وتلم الجبهات الاعلامية دي كلها عشان تمشي في تراك واحد. خلي بالك. لا يمكن لو انت ايه يعني متخيل انك ممكن تسيطر على الاعلام. سواء ما كان بكشوف او بالجانب تتقادراتب او بايا كان الشكل اللي عندك انت خاطئ. انت خاطئ تماما. ولا يمكن تكون اه تفكيرك. واحنا في عشرين عشرين النهاردة جيب مجموعة من الناس تشتغلي. وبقى انا مجند ناس في الاعلام عشان نعمل حاجة. ايه مصلحة اللي الاجنة الخماسية انها تعمل كشف او تعمل مجموعة وهي عندها مثلا مكتب اعلامي. يقترب على التلاتين واحد في الفترة دي. هو انت لما بتبعت خبر لحد ما بينزلكش. هو انت لما بتقول حاجة الناس ما بتسمعهاش. هو انت ما عندكش سوشيال ميديا. هو انت ما عندكش موقع. هو انت ما عندكش متحدس. هو انت. طيب انت جايب العدد ده ليه? يعني جايب من الجرائد وجايب من القنوات وجايب وجايب وعمل التكتل ده ليه? انت عايز ايه? مية في حاجة غلط. وانت مغمض. مية في حاجة غلط. انت بتعمل حاجة غلط. ليه التوقيت ده? مية في حاجة غلط.